الهجر شيء صعب جدا جدا ومؤلم جدا ممكن نكون كنا مرتبطين بحد وخلاص دلوقتي كل واحد مننا بعيد عن التاني بس احنا عايزين نرجع ومش عارفين نعمل ايه خايفين نقلل من كرامتنا خايفين ما نعرفش ان احنا نتصرف صحي الاخي الاخي واسئلة كتير قوي بيتدور في ازهالنا مش لقى ايه لا حل ركزوا معايا سواء رجل او امرأة في حلقة النهاردة خطوات بسيطة جدا سحرية وسهلة لو انت عملتها الشخص ده لازم يرجعلك وهنقول حاجة مهمة اوي في نهاية الفيديو لو انت قردي عملت اللي احنا هنقولك عليه في حلقة النهاردة ومجابش نتيجة ده سببه ايه برضو هنقولك بس الكلام ده هنقوله في نهاية الحلقة عشان تبقى الصورة واضحة اوي قدامك خلينا نتفق في البداية كده ازباب الفراء بتكون ايه تلات ازباب ما لهمش رابع اما هو اخطأ في حقك فانت بعدت عنه ولكن الحنين دلوقتي بيكويك والشق وعايز ترجع له واما انت اخطأت في حقه فهو بعد عندك وانت برضو عايز ترجع له يا اما بقدرة قادر وما فيش اي حاجة حصلت حصل بينكم فراء هو بعد عنك او الاخ يعني يبقى ثلاث اسباب يا اما انت غلطان يا اما هو غلطان يا اما مفيش سبب للفراء بس في النهاية اللي حصل ان احنا دلوقتي منفصلين او كل واحد مننا في طريق مش هطول عليكم في حالة النهاردة هناخد يعني موقف موقف ونحلله ببساطة كده ونفهم ايه اللي المفروض ان احنا نعمله فيه ولكن في البداية خلونا ارحب بكم وادعوا اللي ما اشتركش في القناة انه هو يشترك وادعوا اصدقائي اللي بيشوفوني على الفيسبوك انه هم يشيروا الحلقة دي على قد ما يقدروا لانها مفيدة او هترد على اسئلة كتير اوي بتجينا على الخاص انا اسف لكسرة الاسئلة مش قادر ان انا ارد يعني عليها اول باول فساعدوني رجاء انده طلب الوحيد ودوسوا لايك عشان يساعدها في الانتشار ده لو شايفينها مفيدة شايفينها مش مفيدة خلاص سيبكم منها اول حاجة لو انت غلطان الشخص ده انت عملت موقف ايا كان وبعد عنك وانت شايف ان الموقف يستحق ان هو يزعل ياخد على خطو انصحك سيبه فترة يعني مايبقاش هو بعد عنك النهاردة وتروح ان انت حاول او تحاول ان انت انا اسف ومعلش واخر مرة لا استنى فترة لا تقل عن اسبوع اشتري مني طيب ليه ما انا هقولك برضو تعمل كده ليه اولا الانسان وهو غطبان ممكن يقول اي حاجة وياخد قرار ما هواش في وعيه يعني لو انا مرتبط دلوقتي ببنت وعملت معايا موقف دايقني وجدت صالحني ممكن اقول لها غوري في ستين ده سوري في اللوف ممكن اغلط فيها ممكن اقزم الموضوع وممكن الجلالة تاخدني اوي وانا متدايق وهي عمالة تاخد وتدي معايا وتجادلني في الكلام واقول لها مش عايز اعرفك تاني وغلط نفسي وغلطها ويزود الطيم بلا والعملية تتأذم بنا يبقى انت لقيت الشخص ده بعيد عنك ده لو انت غلطان دي احنا في الحالة الاولى سيبوا فترة سيبوا فترة حوالي اسبوع يعني لا تقل عن اسبوع يكون نفسيته هدت ويكون حس بقيمتك شوية في الاسبوع ده لعد بيكلمك ومشتاء الوحشة لها مفعول الشو بيعمل المستحيل لازم حتى المرتبطين كده ما يمشوش على نهج واحد لازم نغيب لنا فترة في النص كده عشان الطرف التاني حس بهمتنا لو شفناه يعني محتاجين ان احنا نعمل معه حاجة زي كده يبقى اول حاجة ان انا استنى فترة تاني خطوة لازم اعتزر ايقنت ان انا اخطأت وعملت غلط لازم اعتزر ودي عمرها ما هتقلل من كرمتك ابدا لان الاعتزار ده من شام الكرماء او من شام الناس اللي شخصيتها قوية القوي الواثق في نفسه اللي ما عندوش نقص لما يغلط يقول انا اغلط لانه ما بيخافش ايوه انا اغلط ومعترف اللي عنده نقص هو اللي بيكابر ويحاول يغلط دايما اللي قدامه عشان عنده نقص جواه خلي بالك تالت خطوة مفيش مانع ان انت تكرر الاعتزار اكتر من مرة طبيعي جدا ان انت ممكن تروح تعتزره او تحاول تصلحه يعمل مأموس وزعلان ويشوف غلوته عندك شوية مفيش مشكلة لما تعيد المحاولة بعد يوم او يومين تاني ممكن تعيد لحد ثلاث مرات يبقى اول خطوة ان انت ما بتعتزرش في وقتها تاني خطوة ان انت بتعتزل لو ايقنت ان ان انت مخطئ تالت خطوة ان انت تكرر الاعتزار لان بنسبة كبيرة قوي لو انت عملت غلط وجدت اعتزر هيعمل زعلان وهيسوق التقل شوية وعادي طبيعي جدا يعني بيحتفظ بكرمته شوية لان انت اخطأت في حق رابح خطوة لازم تبدي حسن النية في الفترة دي بمعنى انت عملت خطأ وصل للطرف الاخر بشكل غير مباشر ان انت مش هتكرره تاني وان انت فهمت ان ده غلط ما كانش ينفع ان هو يبدر منك بأي طريقة بقى ايا كان على حسب نوع الخطأ بأول حاجة مش عايز اعيد تاني ولكن انا عايز حبل الافكار وانتوا بتسمعوني كده ما يطيعش عشان تربطوا معايا وتشوفوا الدنيا مشيه ازاي بقى من حتة او خلي بالك من حتة فيكتر مننا بيقع فيها في الفترة دي هتلاقي اللي عايز حبيبه يرجع له منزل حالات ألم وقسى وعمال بيلطم الخدين وانت فين بلاش الدنيا الكئيبة اللي انت بتعملها خلي حياتك في الفترة دي مشيه وصل للطرف الاخر ان دنيتك مشيه لا تأفور اوي وتهايبر اوي تحسس ان انت سعيد اوي لان انت غلطان ولا تحسس ان تواعع اوي متضمر اوي عشان في بعض الشخصيات للأسف لو حست كده بتسوق فيها يعني في بعض الشخصيات انا غلط في حقه انا غلط طوض يلاقيني بقى ضعيف اوي يسوق ويتمادى ويحس ان انا يلمس ضعفي ده فيتمادى ويتكى على دماغي اكتر وتتحول بعد كده العلاقة الكده اصبح في طرف شايف نفسه اوي على الطرف الاخر وده الخطأ اللي بنوع في نبوه عاملين خطأ صغير قد كده ونندم بافوره زيادة اوي عن اللزوم فنخلي الطرف الاخر يشوف نفسه علينا طيب انت لو عملت كده هاقسملك او اقسملك لو الشخص ده بيحبك بجد هيرجعلك خلي بالكم مش عايز حد يضحك على نفسه لو انت عملت الخطوات دي مع اي شخص شارك بجد اقسم باللمة هيضيعك من ايده حط نفسك مكانه لو انت مرتبط بحد بشخص عمل موقف يعني زعالك منه وعمل معاك ده واعتزلك مرة واثنين وثلاثة بشكل الشيك عمل الخطوات دي بالله عليك هتضيعه من ايدك جاوب انت نفسك وقول لي في التعليقات انا بكون سعيد جدا لما بقرأ تعليقاتكم في حالة مش هتنفع فيها الطريقة دي في حالة مش هتنفع فيها الطريقة دي الخيانة لو شخص انت خنده وانت معاه الطريقة دي فشلة انا اللي بقدم لك النصيحة في فيديو النهاردة بقول لك ما تتعبش نفسك اذا كان اي خطأ تاني مقبول الا الخيانة بانواعها بقى ايا كان سواء خيانة بسيطة او خيانة متوسطة او خيانة كبيرة لو كان سبب انفصال الطرف ده هو خيانة منك ما تتعبش نفسك طيب ما فيش حال يا محمد يا ابو زيد انا اقول لك من وجهة نظري ملهاش حال من وجهة نظري ملهاش حل صعبة جدا لو كان السبب خيانة ان يحصل رجوع او التقام وحتى لو رجعلك سدعني هتبقى العلاقة بينكم متوترة جدا وهتفرجوا الناس عليكم وعمره ما هيديك الامان ولا هيصق فيك ولا هيرجع الشخص بتاع زمان ان النوع التاني لو هو اللي اخطأ مش انا بس انا برضو وحشني وعايزين نرجع لبعه يبقى لو ما عملش معك كده او عترجع له شايف الخطوات او شايف الخطوات اللي انا قلته لكم في حلقة النهاردة دي لو هو اللي غلطان بس يكون هو غلطان بجد مش انت من وجهة نظرك غلطان وهو في الحياة ممكن تكون هو يعني انت اللي غلطان مش هو لو كان بجد وانت داخليا كده مقتنع ان هو اللي غلطان لو ما عملش معك الخطوات دي او عترجع له لانك لو عمل فيه ناس بقى يا جماعة بتتزاكى يعني يبقى الطرف التاني هو اللي غلطان في حقها وبقى لهم فترة منفصلين بس هو النار والشق واللعد فيه فيبدأ يتزاكى ويعمل مواقف غير مباشرة عشان يرجع الماء المجارية يبقى عارف ان هو بيروح مكان فيروح يستنى هناك وقال صدفة ونتقابل يخش يسأل عليه يقول له انا زعلان منك بس يعني باسأل عليك بس عشان العشرة اللي بينك يخلي فيه اصدقاء مشتركين بينهم وبين بعض ويحاول كده يلفد انتباهه كل الحركات دي بينه وبتقلل منك او منك لو انت بتعملها فورا لانه ممكن يرجعلك خلي بالك بس استحمل بعد كده بقى استحمل لان كرامتك هتبقى قلت كتير قوي والمشاكل هتتفاقم بينكم طيب لو ما فيه سبب لانا غلطه ولا هو غلطه ولا فيه حاجة تستاهل بس بيعد عني او فيه انفصال ما تحاولش ان انت ترجع له مدام ما فيه سبب ومدام انت عملت الطريقة دي وهو اللي كان غلطان وما استجبش يبقى هو بيقولك ابعد والنبي تبعد عني انا مش عايزك يا اخي طيب انت هتسأل نفسك انت مش عايزني ليه مزاجي مش عايزك انا امكان شايف حد تاني انسب منك وبفكر ان انا ارتبط بيه وما ينفعش ان انا ارتبط بيه ولا مرتبط بيك فاخلع مش عايزك يبقى ما تتحكش على نفسك والبنات تحديد انت خلي بالها من الحتة دي والرجال برضو عملت ده وانت مش خايل لان الخيانة موضوع صعب وهيبقى ما حق فيها والطرف التاني بيتمادة وما فيش اي امل يبقى هو شايف له شوفة تانية ضي رجل اعرف واستوع ويعرف ايه الدنيا ماشية ازاي من حوالي كيبقى هو عايز يبعدك انت عشان في حد جاي هيحل محلك والحب مش بالعافية انت ما تقبلش ان كرمتك تبقى في الارض او ان انت تبقى محطوط استبلة او بديل او سد خانة على ما اللقى اللي يملى عنا في حد يا جماعة يقبل كده اذا في كل الاحوال انت مستفيد من حلقة النار واعتقد اي حد منفصل احنا قدمنا له الحل في حلقة النهضة ورده عليها في التعليقات رجل انا بقرأ تعليقاتكم تعليق تعليقين كنت ما بعرفش ان انا ارد عليها كلها قدمنا الحلول لكل انواع الانفصال اللي في الدنيا والصف الاخر عشان نذكر بعد كده اول حاجة لو هو لو انت اللي كنت غلطان استنى فترة بعد كده حاول ان انت تعتذر بعد كده كرر الاعتذار بعد كده اثبت حسن ان هي بعد كده لازم حياتك توري للطرف الاخر او توري للطرف الاخر ان هي ماشية بشكل طبيعي بلاش افوار اولى في الفرع ولا في الندم ولو بيحبك خلاص قلنا هيرجعلك ما بيحبكش مش هتنفع معا الطريقة دي واحنا قلنا لك السبب عشان ما تقش تضرب اخماس في ستات وتضرب كفة على كف وتقول هو ليه بيعمل معايا كده قلنا لك الخلاصة في بديل هيحل محلك في الحالة دي ما يستحقش الطرف ده ان انت تضيع وقتك معاه في حين ان ممكن يكون في حد تاني بيتمنى ان انت تدي له ربع فرصة بس عشان يحبك بجد ويدك مشاعة حقيقية هو ده اللي يستحق ان انت تدي له فرصة مش واحد تاني حطك استبل يعني لو في حد عنده اي سؤالية التي يكتبلي في التعليقات حد عنده اختراح لأي حالة كتبولي اراءكم الانستجرام الفيسبوك قناتنا التانية الفاتفة ده الرابط دي كلها في وصف الفيديو وفي اول تعليق واحنا من نشغل صفحة واحدة على الفيسبوك اسمها محمد ابو زيد اي حد تاني نصاب هاكر يريد تعملوله بلوك وتساعدونا ان احنا نقضي على الفئات النصابة دي وانا من جانبي هحاول ان انا اعمل لهم ابلاغ يعني على قد ما اقدر انا كنت مشغول بس الفترة دي لان في ناس كتير بتتكلم باسمي وبتنتحل شخصيتي وهم هاكرز وبيعكسوا وبيستظرفوا وبيعملوا حاجات ملاش اي ستين لازمة فساعدوني بما ان انتم علتي صفحتنا الوحيدة محمد ابو زيد على الفيسبوك اي حد تاني غير كده نصاب ابن نصاب هتوحشوني وان شاء الله نلتقي بكرا اشتركوا في القناة